اشتركوا في القناة وتم الإعلان عن خمس ضربة جزاء وستة وعشرين بطاقة صفراء وورقة حمراء وحيدة كما سجل كل من مضى عشقر وموريطانيا أولى أهدافهما في تاريخ المسابقة الإفريقية ومن جهة أخرى كشف عبد الرزاق هفتي طابب المنتخب المغربي بأن خالد بوطيب تعرض للإصابة على مستوى الركبة خلال تدريب الأسود أول أمس الثلاثاء ولم يتحدد إن كان يمتلك فرصة اللعب أمام الساحل العاج الجمعة المقبل برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا ويخوض كل من المنتخب المغربي والإفواري اليوم آخر حصة تدريبية قبل المواجهة التي ستجمع بينهما غدا على أرضية ملعب السلام حيث ستكون حاسمة للمنتخبين بعد فوزهما في أولى مباريتهما بالكان واستبعد الاتحاد المصري لكرة القدم لعب المنتخب الأول عمر ورده من قائمة الفراعينة المشاركة حاليا في بطولة كأس إفريقيا التي تستضفها مصر حتى 19 يوليوز المقبل إذ تورطه في سلسلة فضائح أخلاقية وذلك من أجل الحفاظ على حالة الانضباط والتركيز التي عليها المنتخب المصري مشاهدنا نكتفي بهذا القدر ونلقاكم يوم غد في أمان الله